السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم عنوان حدقة يوم ان شاء الله سنقدموا حلية رائعة بمضاق الأوريو الكراميل والكوكاو او الفول السوداني تنتمنى انها تنال اعجابكم ونبدأوا بالمقادر وطريقة التحضير لنجد الكريمة سنحتاج ملعقة كبيرة ونصف من النشا ونحتاج ايضا واحد فلون بنكهة الكراميل سنضع مكونات في واحد الانهاء سنضيف الحليب كمية الحليب اللي نحتاجها في التحليه هو نصف لتر من الحليب سنضيفها بالتدريج سنضيف ربع لتر الاول سنضيفها بالتدريج سنضيفها بالتدريج سنضيف ربع لتر الثاني سنضيف الكمية المتابقية الحليب سنضيف المكونات جيدا سنقسم 1 نصف كأس صغير نصف كأس صغير سنحتافظ به سنضيف الانهاء سنضيف الآخر سنضيفها بالصف سنضيفه مع النار المتوسطة مع الاستمرار في التحريك لتكون لديه عجينة في القعر ستلاحظوا بما تتزعقها سنستمر في التحريك حتى ترى الفقاعات سنضيفها سوف نصف كأس صف نفرق الكريمة في واحد الإناء نغطيها بالبلاستيك الغذائي بالنسبة للبلاستيك الغذائي يكون قيس لنا مباشرة الكريمة باش ما تكون لدينا واحد القشرة وبالتالي غادي تخسرها لنا سوف نحتاج بها في التلاجة وغادي نمره باش نوجد الكراميل اذا باش نوجد الكراميل يجوج معلقة كبيرة من السكر وحطيتهم على نار المهيلة باش يدوبوا بلا ما يتحرقوا بعد ما داب لنا السكر غادي نزيدوا عليه هادا نصف كأس اللي احتفظنا بهم الخليط باش سايبنا الكريمة السر ديال هادا الخليط هادا هو ذاك النكهة ديال فلو ديال الكراميل تجي رائع جدا في هذا الكراميل غادي نصايبوا اليوم وغادي نسعطي ما داق رائع التحليه ديالنا اذا غادي نستمر في التحريك حتى يدوب لي السكر ونحصل على كراميل غادي نصفيها ونوضعها في تلاجه حتى تبرد اذا بعد ما بردت ليها الكريمة والكراميل كل واحدة فيهم ونضعتها في بلاستيك غدائي وغادي نعمر الكؤوس ديال التحليه ديالي كيف ماشفتو زيين الكؤوس ديالي بالكراميل ووضع الطبقة منها الكريمة غادي نضيف القليل من الكوكاو او الفول السوداني اللي محمر ومهرمش غادي نضيف ليه ايضا القليل من الكراميل غادي نضيف طبقة اخرى من الكريمة والاوريو غادي نوضع منه ايضا هو واحد طبقة وغادي نستمر بها الطريقة هذي حتى تنسى لي الكؤوس ديالي ونزينهم بالطريقة اللي بغيتو حسب الضوق تحليه ديالي بعد موجودات هي هذي تنتمنتنا الاعجابكم ما تنسوش تدعموني باللايكات وبالاشتراك في القناة وايضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام والى اللقاء بالله